اهلا بكم الى موجز اخبار الان قال شيوخ عشائر الرقة في بيان انهم يعكفون على وضع الية تتيح لمقاتلي داعش السوريين مغادرة مدينة الرقة بعد ان وافقت قوات السورية الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة على اقتراح لتأمين مغادرتهم واكد البيان ان الهدف من ذلك هو تجنب اراقات الدماء سيطرت قوات نظام السوري على مدينة الميادين احدى اخر معاقل تنظيم داعش في سوريا والتي لجأ اليها افراد التنظيم بعد ان تهاوت معاقلهم في محافظة الرقة وتكتسب المدينة اهمية استراتيجية بحكم قربها من الحدود العراقية فهي تشكل اخر طرق الامداد بين سوريا والعراق التين اعلن داعش فيهما خلافته المزعومة قتل وجرح العشرات من مسلحي المعارضة السورية اثر قصف جويا استهدف معسكرا لهم في ريف ادلب شمال غربي سوريا وقال مصدر في المعارضة السورية ان اثنان وعشرين قتيلا فردا قتلوا وجرح اكثر من اربعين في قصف لطائرات حربية روسية لمعسكر تابع لفيلق الشام في بلدة كفرومة جنوب محافظة ادلب قتل اثنان وعشرون شخصا على الاقل جراء انفجار شاحنة ملغومة في طريق مزدحم وسط العاصمة الصومالية مقديشو وذلك وفق ما ذكرت مصادر امنية وقع الانفجار فيما كانت قوات الامن تتابع شاحنة مثيرة للشبهات في شارع في حي هدان ورجحت مصادر امنية ان الشاحنة كانت تستهدف فندقا في المنطقة فيما لم تعلن اي جهة على الفور مسئوليتها عن الانفجار فككت السلطات المغربية خلية ارهابية مرتبطة بتنظيم داعش في اطار عملية امنية افضت الى توقيف احد عشر شخصا وافاد بيان لوزارة الداخلية ان اعضاء الخلية كانوا ينشطون في مدن مغربية عدة وكانوا يخططون لعمليات ارهابية بالغة الخطورة تستهدف مواقع حساسة باعاز من منسقين في احد فروع داعش اكد وزير دفاع الكوري الجنوبي على اهمية النشر الدوري للأسلحة الاستراتيجية الامريكية في شبه الجزيرة الكورية في ضوء استمرار التهديدات الكورية الشمالية وتبدأ الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية الاسبوع المقبل منورات بحرية كبيرة بحسب ما اعلنت البحرية الامريكية اطلقت فيسبوك خدمة جديدة في الولايات المتحدة توفر لمستخدميها امكانية طلب الطعام لاخذه من المطعم او توصيله الى البيت مباشرة من خلال تطبيق الشركة او موقعها الكتروني ويظهر في قسم اطلب طعاما اشهر المطاعم في جوار المستخدم الى جانب المطاعم المفضلة التي يختارها الى اللقاء نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الان على اليوتيوب ليصلكم كل جديد قموا بالضغط على زر الاشتراك او سبسكرايب ان اعجبكم ذلك شاركونا بتعليقاتكم ولا تترددوا ايضا بالضغط على مشاركة او لايك